النهاردة حلقة قصيرة لكنها حلقة مهمة جداً هنتكلم عن نوع من أنواع أطقم الأسنان عالية الثبات ثباته عالي جداً فيه الفم وفي نفس الوقت اقتصادي ورخيص ومتوفر وسهل جداً فيه التقنية أو فيه التنفيذ فيه المعامل طبعاً أغلب الناس اللي عاملة أطقم أسنان متحركة سواء كاملة عملية أو سفلية بيشتكوا من عدم الثبات وإن طقم الأسنان بيتحرك كتير فيه الفم مش عارفين يتكلموا به ولا يأكلوا به ولا يمرسوا به حياتهم الطبيعية فبننصحهم أن هما يستخدموا اللاصق أو يبتدوا يعملوا زرعات براغي لتثبيت أو تحميل طقم أسنان عليها ولكن هنا الناس كتير يقولوا لي يا دكتور إحنا مش عايزين نستخدم اللاصق أو إحنا تعبنا من استخدام اللاصق أو أسعار اللاصق بدأت تغلى أو حتى طقم الأسنان ما بقاش بيجيب نتيجة مع اللاصق وما بقاش برضو بيثبت مع اللاصق من الناحية التانية نلاقي ناس كتير يقولي يا دكتور أنا إمكانياتي المادية والصحية لا تسمح بوضع الزراعات والجراحة هنا بننصح بطقم أسنان يسمى السكشن كاب دانشر إيه هو السكشن كاب دانشر؟ هو طقم أسنان عالي الثبات جداً بيعتمد على تقنية بسيطة وسهلة واقتصادية ومتوفرة وهي تقنية تفريغ الهواء وفي التقنية ديت لها نستخدم صمامات تفريغ الهواء ولا حلقات تفريغ الهواء ولكن هنعتمد على طبقة أو بطانة بتتحط لطقم الأسنان العادي التقليدي الرزين الطبقة ديت بتكون من المطاط المرن شفافة بتتحط على الجزء الداخلي لطقم الأسنان أو الجزء الملاصق للغشاء المخاطي للفم بيبقى فيها زي نتوئات هي ديت اللي بتدخل وتعمل سكشن أو بتعمل تفريغ الهواء لما بتدخل وتثبت فيه الفم بتفرغ الهواء وبيبقى فيه طبقة لعاب بسيطة جداً ما بين طقم الأسنان وما بين الغشاء المخاطي للفم ده بيديني درجات ثبات عالية جداً لأن الهواء اتفرغ ما بين طقم الأسنان وما بين الغشاء المخاطي للفم طقم الأسنان التقليدي العادي المتحرك بيعتمد برضو على سكشن أو تفريغ الهواء ولكن احنا هنا بنزود تفريغ الهواء عن طريق الطبقة المطاطية المرنة اللي كلها نتوئات دي بتزود جداً من تفريغ الهواء وبالتالي بتزود جداً من الثبات أنا دايماً بشبهها زي فاكرين القطعة الصغيرة المطاطية المرنة الشفافة اللي كنا بنضغطها على الحائط أو على السراميك وطالع منها زي هوك أو ماشبك بنعلق عليها حاجة هي دية نفس الفكرة بالزبط بتعتمد على تفريغ الهواء أسئلة كتير شائعة بتجيلي على السكشن كاب دانشر الناس كتير تقول يا دكتور هل يصلح للطقم الكامل؟ آه طبعاً هو بيصلح للطقم الكامل ومعمول أصلاً علشان زيادة سبات طقم الأسنان الكامل سواء العلوي أو السفلي طيب ينفع يتعامل لطقم الأسنان البارشل أو الجزئي المتحرك؟ لا التقنية دي مخصوص لطقم الأسنان الكامل سواء العلوي أو السفلي ناستسألني برضو يا دكتور هل الطبقة المططية المارينة دي لها فوايد تانية غير إنها بتزود من ثبات طقم الأسنان؟ الحقيقة إن ممكن يكون لها فوايد بما إن هي مارينة ومططية هتبقى حنيينة شوية على اللثة وعلى العظم وهتمتص صدمات المضغة وهتقلل شوية من تآكل عظام الفك ودمور اللثة وتغير شكل الواجه نتيجة لتآكل عظام الفك وهتقلل شوية من الالتهابات والقرح والتهيج على أساس إنها طبقة مططية مارينة وبتبقى حنيينة شوية على العظام واللثة ناس كتير تسألني هل يا دكتور متوفر في مصر ودول المغرب العربي والخليج العربي؟ الحقيقة إن أنا شخصيا مقيمة في فرنسا ومعرفش إذا كان فعلا متوفر ووصل لدول المغرب العربي والخليج العربي ومصر ولكن كل اللي عرفوا إنه هو طقم اقتصادي جدا وبسيط جدا ومتوفر في أغلب معامل أمريكا وكندا والسوراليا وبالتالي ممكن طبعا يكون وصل مصر والمغرب العربي والخليج العربي لأن في حاجات أو في أطقم متطورة أكتر منه بكتير وصلة مصر فممكن برضو تسألوا عليه هو اسمه suction cup denture ده نوع من أنواع طقم الأسنان بتقنية تفريغ الهواء أو نوع من أنواع السuction denture وهو طقم أسنان معروف جدا لأن أنا قبل كده عملت حلقة عن طقم الأسنان السuction denture ناس كتير قلت لي يا دكتور لا منتشر ومعروف في مصر وفي دول العربية ناس كتير برضو بتسألني عن الأسعار طبعا الأسعار بتختلف من دولة لأخرى ومن طبيب لآخر وعايز أقول لكم طبعا الأسعار بتختلف إذا كنت هعمل طقم كامل أو نص طقم سواء علوي أو سفي أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وعرفتم أو تعرفتم على طقم أسنان السuction cup denture وهو طقم أسنان ممتاز عالي أثبات واقتصادي اسألوا عنه أي سؤال أو استشارة طبية اكتبولي في التعليقات برد عليكم بنفسي وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله